اهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية من قناة يمن شباب والبداية بأبرز عنوينها اتفاق يمني أمريكي على إنشاء بنك للمعلومات النفطية في عدن تحذير حكومي من تعاون حوثي إيراني لتهريب العمولات الأجنبية من البلاد حصار مدينة التعز يكبد مزارع المانغو خسائر فادحة أهلا بكم أعلنت شركة النفطة اليمنية عن توصيلها الاتفاق مع شركة شلونبرغ الأمريكية من أجل استئناف عملها في إنشاء بنك للمعلومات النفطية في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبا فإن الخطوة تهدف إلى إنهاء سيطرة الحوثيين على البنك المعلومات في صنعاء وتسخير موارده لتمويل مجهودها الحربي وقال مسؤول في وزارة النفط والمعادن إن إنشاء بنك المعلومات في عدن سيعمل على تمكين وزارة النفط من حصر تعاملها مع شركات النفطية الأجنبية والوطنية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز وأشار المصدر إلى أن مهام بنك المعلومات تشمل استلام وفحص ومعالجة وتحليل وحفظ كافة المعلومات البترولية القديمة والحديثة المنفذة في جميع القطاعات البترولية في اليمن وفقا للمقييس العالمية دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب لاتحاد الأوروبي إلى مساعدة اليمن في الحصول على أسواق جديدة لشراء القمح محذرا من قرب نفاذ مخزونه منه وقال باذيب خلال الشماع في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة مشروع الإجراءات المشتركة للأمن الغذائي والتغذية في اليمن الذي ينفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إن المخزون السراتيجي للقمح في اليمن يشارف على الانتهاء في منتصف الشهر القادم وأشار إلى أزمة الغذاء العالمية وتأثير الصراع الروسي الأوكراني على واردات القمح إلى اليمن خاصة وأن هاتين الدولتين تحتلان أكثر من 46% من إجمالي كمية القمح المستورد حذرت الحكومة من توقيع مذكرة التفاهم بين ميليشيا الحوثي وطهران لإنشاء ما أسمته سوق الأوراق المالية في صنعاء تفاصيل أكثر في سياقي هذا التقرير في خطوة تحمل دلالات وأبعاد خطيرة أقدمت ميليشيا الحوثي عبر إدارة البنك المركزي بصنعاء غير المعترف به دوليا أقدمت على توقيع مذكرة تفاهم مع السلطات في إيران لإنشاء ما أسمته سوق الأوراق المالية في صنعاء سوق أوراق المال أو البرصة تبدو في ظاهرها كألية تعاون وتبادل خدمات مالية واستشارية وفنية كما تزع ميليشيا الحوثي بيد أن باطنها يحمل الكثير من التبعات الخطيرة التي تمس أمن الاقتصاد الوطنية وتعرضه للخطر عبر استنزاف ما تبقى من رصيد أجنبي في البلاد والمؤسسات المصرفية وتهريبه إلى البنوك الإيرانية وحذرت الحكومة اليمنية من الآثار الاقتصادية الكارثية لتوقيع ميليشيا الحوثي مذكرة التفاهم هذه حيث اعتبر وزير الإعلام معمر الإيرياني أن سوق المال بين الطرفين سيستخدم كغطاء لحركة الأموال وصحب العملة والاحتياطي النقدي المنهوب من خزينة الدولة واستثماره في البورصة الإيرانية مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن مساعي طهران للسيطرة على الاقتصاد اليمنية عبر إدراج الشركات اليمنية بما فيها القطاع العام في سوق رأس المال ودخولهم كمساهمين فيها وتسهيل حركة الأموال بين ميليشيا الحوثي وطهران دون الحاجة لاستخدام القنوات المصرفية حيث يمكن أن تتم من خلال المقاصة بين أدوات الطرفين واعتبر اقتصاديون أن هذه القطوة تندرجو ضمن محاولة النظام الإيراني لإحكام سيطرته على مفاصل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وتقويد فرص الحل السلمية للأزمة اليمنية في ظل الجهود الدولية للتهدئة واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة التعافي للاقتصاد اليمنية قال المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي الدكتور محمد عمر باسليم إن الطاقة الإنتاجية للمؤسسة تبلغ نحو 15 مليون كتاب سنويا وهذا سيكلف الحكومة 15 مليار ريال يمني وأشار إلى أن المؤسسة تسلمت هذا العام عقدا من الحكومة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليار ريال وهو يمثل عشرة في المئة من الاحتياج السنوي الإنتاجية 15 مليون كتاب سنويا هل ننتجها؟ لا للأسف أينت الدفقات النقدية؟ أينت الدفقات؟ يعني الآن أول عقدة العام هذا سلمنا قبل أسبوع أول مبلغ هذا العام استلمنا قبل أسبوع في شعر ستة هذا الواقع أنا أحكي لك واقع يعني مبلغ لكن أكبر مبلغ أكبر تعزيز ويشكر على ذلك وزير المالية وزير التربية أكبر تعزيز 2.5 مليار ريال من عقد قيمته 25 مليار إذا كنت الاحتياج لكن فلنقول نطبع 10% مثل 10% الآن وطبعنا من بداية العام إلى يوم تقديم طلب التعزيز طبعا من ما قيمته 3 مليار ريال إلى ذلك أوضح الدكتور محمد عمر باسليم أن المؤسسة تسلم كل ما تطبعه من كتب لمخازن مكاتب التربية والتعليم في المحافظة وأن وجودك كتب مدرسية تباع في السوق السوداء مهمة تقع على عاتق الأمن لضبطها والتحقيق لكشف من يقف خلف تسربها ولا علاقة للمؤسسة بذلك أتمنى من مدرسة مدارسة يقولون لم نستسلم كتب أتمنى حتى نصحح الخطأ لكن نسمح هجوم شامل لا يوجد كتاب مدرسي طيب الكتب اللي طبعناها بالملايين سنويا مطبعها فين تروح دي بيقول لك سوق السوداء تحت بسجد النور في الدرجة حقه كله عارفين هذا قضيت أمن روح الأمن يمسك هذين يبيعوا السوق السوداء شغل أمن مش شغلك مؤسسة ولا شغل تربية التعليم نحن نقول نطبع وكل ما نطبعه نسلمه بحسب جداول الكميان لكل محافظة نصيب نسلمها إلى مخازن مكاتب التربية والتعليم أكدت دولة الكويت التزامها القوي بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة لبلادنا جراء تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم وجدد القائم بأعمال نائب مدير إدارة العمليات لشؤون الدول العربية بالصندوق الكويتي لتنمية الاقتصادية العربية غاز المطوع خلال الاجتماع الإنساني الرابع لكبار المسؤولين بشأن اليمن الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل مواصلة الصندوق الوفاء بالتزاماته تجاه مختلف المشاريع وأشار المطوع إلى توقيع الصندوق الكويتي خلال الفترة الأخيرة خمسة اتفاقيات لمشروعات مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة مشددا على مواصلة الصندوق الكويتي دعمه لليمن والوصول إلى المحتاجين في مختلف المحافظات بدأ في سواحل الخوخة والمخة غربي محافظة الحديدة موسم الصياد صغار الأسماك أو ما يعرف شعبيا بالوزف والذي يتواجد في الشواطئ اليمنية مع حلول فصل الصيف لشهر واحد وتجري عملية الصياد صغار الأسماك بوضع شباك طويلة وعلى مسافة شبه دائرية قطرها أكثر من 30 مترا في الصباح الباكر وعادة قبل شروق الشمس حيث يرمي الصيادون الشباك بالبحر ومن ثم سحبها إلى الشاطئ عند امتلائها بأسراب الأسماك الصغيرة ثم يتم تجميعها وبيعها مباشرة أو تجفيفها لعدة أيام ثم بيعها للتجار وتوزيعها على مختلف الأسواق المحلية وتنشط هذه المهنة على امتداد الساحل الغربي من باب المندب جنوبا حتى ميد شمالا إذ تعد مهنة مدرية للربح لكنها موسمية ولا تظهر سوى مرتين في كل عام تسبب الحصار المفروض على مدينة تاعز بتراجع المردود المالي لمزارع المانغو في وادي الضباب بالمواسط جنوب المحافظة نتيجة صعوبة التسويق محليا وخارجيا يستيقظ وليد شايف وولده خالد مبكرا في هذه الأيام لحصد نتاج سنة من العمل في زراعة فاكهة المانغو وبيعها في الأسواق المحلية وللتجار المواردين لمناطق مختلفة في وادي ضباب بمديرية المواسط جنوب محافظة تاعز استيقظ الصباح أنا وابن خالد لقين ثمار المانغو في هذا الموسم حيث نحن متورثين هذه الأشجار أباً عن قيد وهي بالنسبة لنا حياة نقوم بقين الثمار وبعد ذلك بتجميعنا في السلال لتسويقها إلى خارج المنطقة يعتمد السكان هنا على زراعة المانغو كمصدر رئيسي لقوتهم وترتبط بهم مجدنياً وبتفاصيل معيشتهم بسبب الحصار الحوثي على تعز وتهالك طريق مدينة التربة تعز منذ سنوات ترجع حجم إصدار فاكهة المانغو عما كان عليه الحال قبل حرب الحوثيين إذ كان يصدر إلى أسواق المحافظات بالإضافة إلى خارج البلاد ترجع أدى إلى قلة العائدات المالية من 15 مليون ريال إلى مليوني ريال لبعض المزارعين وادي بن حماد الضباب ووادي مليء بأشقار المانغو وفيها عدد أكثر من 2500 شقرات وأن المزارعين بأكثر المزارعين معهم في يوم من 50 سلاء بعضهم أكثر بعضهم أقل لكن بسبب الوضع والحصار وقطع الطريق فإنهم لا يستطيعون أن يصدرها إلى حتى المحافظات اليمنية بسبب الحصار ومما أفتر المواطنين يخسروا بضاءتهم وكلفهم خسارة كبيرة ولم يوجد من يرعيهم ويقوم بخدمتهم والأمل على تنظيم هذه المنجلة التي تذهب بعضها تذهب سداء وتخيص بسبب آدم تصديرها رغم ما تمتلكه أودية ريف تعيز من غزارة مياهها وخصوبة تربتها وآياد عاملة إلا أن دور الجهات المعنية غائب في دعم وتشجيع الجانب الزراعي وقع رئيس مجلس دار الصندوق صيانة الطرق والجسور ومركزه الرئيسي عدن عقد تنفيذ صيانة وإعادة تأهيل طريق العبر عتق في محافظة شبوة مع الجهة المنفذة للمشروع وأقام معين الماس بالتوقيع مع المؤسسة العامة للطرق والجسور الجهة المنفذة للمشروع البالغ طوله 95 كم بتمويل حكومي عبر صندوق صيانة الطرق والجسور دشن وكيل محافظة لحج عبد الرحمن الجهوري العمل في مشروع سفلتة مشروع طريق المفلح الجبل العلي ردفان وتأتي عملية السفلة بعد مرحلة خيرية طويلة قام بها الأهالي وفاعلي الخير بالتبرع لاستكمال شقه وسفلتة طريق الذي كان معتمدا من قبل الدولة وتعثر العمل به منذ العام 2011 وتمكن أهالي المديرية من جمع التبرعات عبر مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي ومسابقات شعرية نجحوا خلالها من جمع مبالغ تقارب أربعة مليون ريال سعودي ثم تم توجيهها لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الطريق تجشين الزفلت في مشروع طريق الجبل العلي ردفان والذي يربط مديريات يافع بمديرية ردفان ويعجل الخطة الأول على مستوى يافع نشكر المغتربين والمواطنين وجميع الأهالي على تبرعهم بأكلفة ردم وزبلتة هذا المشروع الحيوي وقع في محافظة أبيان عقد تنفيذ مشروع صيانة وإعادة تأهيل خط العلم دوفاس بين رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن والجهاء المنفذة للمشروع ويعد طريق العلم دون دوفاس من أهم الطرقات الحيوية والشريانية بين العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبيان فضلا عن كونه ضمن الطريق الدولي اختتمت اليوم في محافظة عدن المرحلة الأولى من مسار توظيف بهدف التدريب ومسار توظيف الذاتي ضمن مشروع بناء المستقبل لشباب اليمني وذلك بتخريج عدد 58 خريجا وخريجا من فئة الباحثين عن عمل وتدشين المرحلة الثانية للمسارين التي ستنطلق أنشطتها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وسمرت المرحلة الأولى ستة أشهر تلقى خلالها الخريجون المعارف العملية والنظرية والمهارات الأساسية التي يحتاجونها لتأدية أعمالهم وكيفية تطوير هذه المهارات والاستفادة منها بالإضافة إلى تعميق مفاهيم أخلاقيات وقيم العمل لدى المشاركين وتنمية الشعور بالمسؤولية الاحترافية في العمل وترسيخ أخلاقيات المهنة وقبل الختم نتابع سويا أسعار العمولات في تعاملات اليوم السبت موسيقى موسيقى وصلنا إلى ختم النشر الاقتصادية شكرا على طيبة المتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى